حصد الشاب اليمني كامل عبد الحميد جائزة أفضل مشروع للمخترعين في اليمن بعد ابتكاره ونجاحه في إنتاج مادة الديزل الحيوي بإمكانيات بسيطة حيث انتجى نحو 1064 لتر من الديزل ويذكر أن الاكتشاف تم تجربه على السيارات والمحركات الأمر الذي لاقى إقبالا على المنتج بين أهالي عدن الذين يعانون من أزمة عدم توفر المشتقات النفطية شكرا